كابتن بلال، ألف مبروك، عرض جيد من شباب النادي الأهلي من عرضه، لكن هل أتى الدفع بالناشئين بثماره في هذه الأواد؟ طبعاً مبروك للناشئين، تمام، الفوز النهاردة الكبير على لعيبة سراميكا كروباترا، السهل الصعب من وجهة نظري، مفترض أن تجد فرقة فل تيم، وانت المفترض أن تشكل تشكيل كل مباراة بحيث أن تقدر تشوف وتقيم، موسم صعب انتهى كابتن أيمن على النادي الأهلي، أخيراً الحمد لله ستأخذ أجازة، أنت كنادي أهلي عشان تبتدي تشتغل في موسم جديد من بدايته، راحات بالنسبة للعيبة جيدة من وجهة نظر الشخصية، الموسم المقبل يعني مفيش خلاص يعني مش هنقول مفيش أعذار، لكن الموسم المقبل أعتقد يعني خلاص أنت يعني ما عندكش أعذار أن أنت تقول الموسم كان فيه تلاحم، أنت عندك شهر ونق خلاص، وديت راحة جيدة بالنسبة للعيبة اللي كانت بتشارك بصفة مستمرة بالنسبة لعيبة النادي الأهلي، بالنسبة الموسم المقبل يا كابتن بلان، ما هي السلبيات اللي انت شفتها بصفة عامة في الموسم المنتهي، وليس ندي في الدول؟ السلبيات إن ما فيش تكافؤ فرص، يعني ما فيش تكافؤ فرص، أنا بلعب ثلاثة ربعة ماتشة، أنت بلعب ماتش واحد، تمام، ما دي ما فيش تكافؤ، ما فيش عدل، ما فيش عدالة يعني، النهاردة أنا بلعب هنا وهنا 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 وهنا، فأنت بترغمني لما أخلص الفترة بتاعتي دي المزدحمة، أني أبتدي أشتغل معاك أو ألعب معاك كل تمانية واربعين ساعة ماتش أو كل اتنين وسبعين ساعة، فبالتالي الأمر يبقى صعب علي، فبالتالي هنا العدالة لم تحقق، بسبب أن الموسم ملتحم على بعض، فدي طبعاً أزمة كبيرة جداً لبعض الفرق، وليست كل الفرق، يعني أنا نهاردة هاجأ لعب فرقة، لا فيه لعبة عندها بتاعب منتخب، أولمبي مثلاً وناشئين، ولا فيه لعبة عندها بتاعب منتخب أول، ولا فيه لعبة، ولا فيه إفريقيا بالنسبة لها، ولا فيه كاس عالم عندها، ولا فيه أي حق، مفيش، وبعدين يبقى هو مريح وبشتغل، والمدير الفني بشتغل تاكتكس كويس، تمام، وعنده بشتغل بدني جيد، وأنت النهاردة مهلك، وجايب تلعب ماتشات متتالية وأربعض، ومطلوب منك أنك تحقق إنجاز أو تحقق لقب، كثرة المؤجلات، فرقت مع النادي لهلي، مع أي فرقة متفرش مع لهلي بس؟ أيضا، أيضا،